لكن في وكالة الأنباء الفرنسية تتحدث عن الاستفتاء التركي وبتقول تصفوا بأنه آخر خطوة قبل الانفصال عن الاتحاد الأوروبي خبراء في العلاقات التركية الأوروبية يتحدثون في هذا التقرير وبيقولوا أنه دايما بيصفوا العلاقة ما بين تركيا وبين الاتحاد الأوروبي أنها دائما ما تتسم بالاضطراب وبتقول لكن الارتياب بلغ في الأسابيع الأخيرة مستوى ربما كان غير مسبوك لدرجة أنه الانفصال ما بين الدول الأوروبية وبين تركيا بات على ما يبدو ممكنا إذا ما عزز الرئيس التركي صلاحياته نتيجة الاستفتاء بمعنى آخر أنه إذا طلعت النتيجة في هذا الاستفتاء بنعم وتم تعزيز لصلاحيات رجب تايب أردوغان ربما يكون الحديث والتوتر أكبر كثيرا مع الاتحاد الأوروبي ويكون هناك انفصال بشكل أكبر مع دول الاتحاد الأوروبي يتحدثون الأوروبيين أنه مسألة الاتحاد الأوروبي ستطرح من جديد على بساطة البحث بعد هذا الاستفتاء اللي يمكن أن يقود تركيا إلى ما اسمها التقرير الخاص بوكانت الانفصال الفرنسية بالديكتاتورية والكلام ده على لسان وزير المالية الألماني أيضا التساؤل هل يريد الرئيس التركي دفن مفاوضات انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي وخاصة أنها بتروح مكانها منذ سنوات مفيش قرارات لا بتنضم تركيا ولا بيتقال لها لا مش هتنضمي الأمور رايح جاي طول الوقت أيضا التقرير نفسه في الاف بي تحدث مع عدد من أسادزة العلوم السياسية وبعد الباحثين في مراكز البحثية اللي منهم من يرى أنه إذا ما فازت نعم في هذا الاستفتاء قد يصبح الانفصال حتميا ما بين أوروبا وبين دول الاتحاد الأوروبي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة